هي دايدن وموضع نظر واهتمام أكثر البشر على مرض العصور زين للناس حب الشهوات من النساء والبني والقناطير المقنطرة وفصلها رب العزة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحق كل هذه التفصيلات للأموال فلولا أنها شيء خطير عظيم رهيب لما ذكر رب العزة كل هذه التفصيلات في هذه القضية فمشى أنك أشان أنك كمسلم يا أيها العاقل لا ينبغي لك أن تأخذ شيئا من أموال الناس على أي سبيل كان وبأي طريق كان إلا وأنت حريص وتنوي أن ترد في أقرب وقت وأن لا تأكل هذا الحق وأن تكون حريصا على هذه الأمانة كما قلت بمختلف أنواع تفصيلات الأموال كما تحرص على مالك وأكثر نحن نرى ونسمع عجائب من شؤون أكل أموال الناس بالباطل فترى إنسانا يأتي إلى قريب أو جار أو صاحب ليطلب منه القرن الدين أقربني يا أخي أنا في حالة سيئة لك الأجر أقربني متى تفيني في يوم كذا في وقت كذا هل هذا مؤكد؟ الله شهيد علينا يا أخي بل ويحرف له أيمانا أيضا ويأتي ذلك اليوم الموعوم يوم رد الدين وأداء القرن فإذا بهذا الرجل يغيب عن صاحبه في ذلك اليوم وبلهجتنا العامية يتصل بي عن جوال بفصله أو بحطله يا خارج التغطية أهذا يخشى الله؟ لا والله سيقول قائل لعل هذا الإنسان لم يتيسر له الوفاة أجل كلنا قد يعرض له مثل هذا كلنا قد يعسر ولا يوسر قبيل أن يفي صاحبه مثلا القرن فماذا يتوجب عليه إن كان حقا يخشى الله؟ أن يذهب إلى صاحبه أو يتصل هو به لا يدع صاحبه الذي أقربه وأحسن إليه هو الذي يلاحقه ويتصل به ويبتغي رضاه أنت لما كنت محتاجا تبتغي رضاه الآن أنا أبتغي رضاك لترد لي أنا أتصل بك وأقول لك يا أخي وقبل موعد سداد الدين يا أخي كما أشهدت الله أنني سأفيك في ذلك الوقت فأنا اليوم ولم يحن وقت الدين غدا أو بعد غد ووقت السداد أنا أشهد الله وأحرف لك بالله أنني معصر وأنني لا أمتلك وأن الله تعالى إذا أكرمني ورزقني سأمتنع عن إتياني أي شيء لأولادي وأرد لك الدين فحينها الله تعالى يقبل منك والعبد لما يرى منك هذا الصدق أيضا برحمة الله يقبل منك ويؤجلك هذا إذا كنت صادقا وأما الذي يجري فإنه العجب العجاب هو في الأصل لما يستقرب ما ينوي الوفاء أخرج الإمام البخاري أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله إذن هذا الرجل هناك نية مبيتة بالوفاء أو بأكل المال إذا كانت نيته منذ الأصل أن يفي أعانه الله على الوفاء وإن كان في الأصل لا ينوي أن يفي فإن الله تعالى سيبتليه بما يمحقه هو وأهده ولو كان هذا الأمر بعد عشرين سنة ولم يضيع أمر عند رب العزة يتعلق بحق البشر هذا من ناحية القرن من ناحية البيوعات أيضا فيما يتعلق بشأن الأموال يأتي إنسان ليشتري شيئا من بائع فيدفع له قصطا من الثمن ويؤجل باقي الثمن إلى ما بعد بما يسمى ممكن أن نسميه التعصيد أو ذكره الفقهاء قديما البيع إلى أجل ومن باب الفائزة فهو جائز لا حرج فيه وإن كان الثمن فيه أعلى من الثمن في حالة أخرى أو في حال أخرى فلا حرج في ذلك وبعض الناس يقولوا حرام وليس بحرام القط نعم أنا اشتريت هذه السلعة بكذا أدفع لك جزءا منها وباقي الأجزاء في وقت آخر ويحين الوقت ولا يأتي هذا الرجل يتمم ثمن السلعة ويتعلل ويتعلل أنا مريض أنا لم يتيسر لي أن آتيك أنا ما تيسر لي أن يعطيني الله تعالى المال فما أستطيع الوفاء أنا وأنا وهو يكذب أعود فأقول الصادق يفعل ما ذكرناه آلفا يتصل قبل موعد السداد فيبين الحال ويشرح الوضع والله تعالى يعينه ويسحل له فيما بعد الوفاء وأما الكاذب فإنه يتهرب في أول العصر النبوي كان يهتى بالرجل إذا مات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فكان لما يوضع عنده يسأل أعليه دين فإن قيل له نعم قال أأوفاه فإن قيل لا قال صلوا على صاحبكم ولا يصلي عليه إيش سوى هذا تارك صلاة أم تارك صلاة لس لا لكنه لم يرد الدين الذي عليه يقول صلوا على صاحبكم يريد أن يسجر الناس عن أن يقصروا في الدين يا أيها العاقل لا تستدن إلا لأشد الحاجات معنية الوفاء من قبله لا تستدن إلا لأشد الحاجة معنية الوفاء كم من الناس أيضا لا أقول اليوم ولا البارحة من قبل وفي أوقات كثيرة يستدين ليزيد في شؤون حياته ليزخرف بيته ليحسن سيارته لأشياء كثيرة من زخرف الدنيا ثم يضيق الأمر عليه ويقع البلاء ولا يبقى عنده الوفاء طيب لما استدنت من الأصل يا رجل لما استدنت هل أنت مصاب ببلية لم يبقى عندك طعام وشراب حتى تستقرر لم تستقرر الذي يشتري سلعة ويبقي جزءا من ثمنها أيضا ويؤخره عن موعده فهو آثم إثما شديدا النوع الثالث إنسان يدعي أنه يشتغل بالتجارة وهو يشتغل بأمور من المحرمات من الربى وغيرها ثم يعلن للناس أنه يأخذ أموالهم ليعمل بها التشغيل اللي بقولوله التشغيل يشغل الأموال وكم نصحت إخوانا وأصدقاء لي لا تأخذ من أحد شيئا إذا لم تكن تثق بقدرتك على ضبط المال في هذه الحالة بالذات الطرفان قد يكونان مقصرين الذي يدفع المال أنا ما أعرف أشتغل بالتجارة ولو لم تعرف أنت تثق بأمانة الذي تضع عنده المال فقال يعني لا تحط عنده يعني لا تحط مالك عنده حتى إذا ضاق الأمر عليه قلت أنا وأنا 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 أنت في الأصل تثق شيئا يسيرا بأمانته فإذا أنت معرض نفسك للخطر لا تضع المال عنده يا إنسان ثم ذاك الرجل يدعي كما قلنا أنه يستطيع أن يتاجر ويحسن ويشغل الأموال على زعمه وهو كما قلت في كثير من الأحيان إنما عمله بالمال نوع من الربى في الأصل فهذا الرجل يأخذ الأموال على سبيل التشغيل أيضا ثم يعلن في يوم من الأيام إفلاسه وأموال الناس في ذمته إلى يوم القيامة أخرج الإمام البخاري أيضا في الصحيح أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أي في الحديث القدسي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كان الله خصمه خصمه ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر هذا الرجل مثلا كما قلنا جاء يستقرض أو جاء يشتري سلعة يا أخي ما أديت ثمن السلعة كاملا سأتيك غدا بثمن السلعة والله على ما أقول شهيد أعطى بي باسمي حلف باسمي ما أعطى يعني بمعنى أعطى هنا بمعنى أخذ أخذ باسمي أعطى بي ثم غدر هذا خصمه الله يوم القيامة والثاني قال ورجل باع حرا فأكل ثمنه قديما كان هناك العبيد ولم يبقى عبيد فكان بعض قطاع الطريق ينزل فيسرق من القافلة أو يسرق من المدينة ولا يكتفي بذلك بل يهاجم بعض الناس فيقيدهم ويلثمهم ويمضي معهم إلى بلد آخر فينزلهم إلى سوق النخاسين أي العبيد ويبيع هذا الإنسان الذي كان حرا على أنه عب فيبقيه ذليلا مكسورا خادما طول حياته بعد أن كان حرا لا يعتدي عليه أحد ولا يذله أحد هذا أيضا خصمه الله يوم القيامة وأما الثالث قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفان منه ولم يعطيه أجرا وهذا أيضا من هذه الأنواع التي أذكرها من طرق أكل أموال الناس الباطل التي هي من أخطر الخطير الأجير أنواع قد تكون صاحب معمل أو ورشة أو دكان ويشتغل عندك أجرا ويعملون بأجرة في الأسبوع أو في اليوم أو في الشهر فلما يحين الوقت وكم يحصل هذا وأيضا هذا أمر مؤلم ومقصد ويحين وقت الأسبوع أو وقت الشهر يا معلم نهاتي المال بكرة لكن أنت صاحب رأس مال تقول بكرة طيب وهذا الضعيف ماذا يفعل بنفسي اتقل الله هذا ماذا يفعل بنفسي بعد بكرة والأموال بيده ولكن يؤجله إذا أشتغل بلك ارتفع الدولار بكرة بستفيد منك وبلك أخذك الله أخذك عزيز المقتدر بكرة فإن هذا لم يسامحك يوم الدين إذا كنت تعرف يوم الدين ولكن كثيرا من كلمات التي أقولها أقولها لكم وأكثركم من فضل الله يخشى الله ولكن أين الذي لا يخشى الله ليسمع مثل هذا الكلام لا يسمعه أصلا هذا أجير ونوع من الأجرة والإيجارة نوع آخر قد آتي بإنسان إلى بيت ليصلح الخشب أو ليصلح الكهرباء أو ليصلح الماء أو لغيرها فإذا أتم العمل وبذل الجهد وأنفق شيئا من المال هاتي ثمن هذه الأشياء لا أعطيك إذا بتحصل حصل ده بره روح ويستعز بقوته أو بجاهه أو بأمين ولا كثيرا نعم سأحصل يوم القيامة لما يكون خصمك الله سأحصل حقه ولن يضيعها ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره لذلك في الحديث الآخر أعطي أجره قبل أن يجف عرقه بادر أنت الذي ستركه وليس هو الذي يجري في كثير من الأحيان أن صاحب الحق هو الذي يلاحقه الإنسان أنت إذا كنت تخشى أنت تبادر تجهز الماء قبل أن ينتهي تفضل يا أخي وجزاك الله خيرا هذا الذي في قلبه خير هذا الذي إيمانه قد أضاء وأنار قلبه وأما الذي انطمس نور الإيمان في قلبه فما نقول إلا هداء الله تعالى أسأل الله أن يجعلنا بمن يستمعون ويتمعون وينتفعون